الجماهير المصرية في الحقيقة بتنتظر النهاردة مباراة فريق نادي الأهلي أمام العين الإماراتي في أولى مبارياته بكأس الأنتر كونتيننتل واللي بيسعى الفريق الأحمر لحسمها وملاقات الفائز من بطل أمريكا اللاتينية وأمريكا الشمالية في نصف نهاية البطولة ماتش مهمة أوي يشازني طبعا كل تأكيد ومش سهل على الإطلاق طبعا نجد نعرف إزاي كلها هتعامل مع هذا الماتش أو هذه المباراة تفاصيل كتيرة جدا هنعرفها طرق اللعب الأفكار كمان اللي هيعتمد عليها المدير الفني في مواجهة فريق العين الإماراتي كل هذه التفاصيل هيعرفنا عليها دلوقتي الأستاذ محمد عفيفي النقد والمعلق الرياضي لمن ورنا صباح الخير عليك محمد صباح الخير بسنة هينم صباح الخير أستاذ محمد صباح الخير على كل المشاهدة صباح الخير يا مصر يا أهلا بك كولر إزاي هيبدأ هذه المباراة وإزاي هيتعامل مع العين الإماراتي فريق قوي والسكوات بتاعه عالي جدا وفريق لا يستهن به على الأطلاق صحيح 100% لديها عيوب كثيرة ولكن لديها قوة هجومية كبيرة فعليك أن تبدأ بالتركيز التركيز العالي لأنه لا مجال الهفوات الدفعية التي سقط فيها النادي الأهلي في مبارتين السوبر الأفريقي أمام نادي الزمالك الأولى ومبارات السوبر المصري تحديدا مبارات النهائي أمام نادي الزمالك أيضا المبارات الثانية المباراتين نقدر نحدد عليهم قيمة الأهلي الفانية في بداية موسم كروي مليء بالإزدحام سواء كان بدايته عالمية مع الانتركنتنينتل أو كأس العالم للقارات للأندية أبطال القارات وده هيكون دور تاني بالنسبة للأهلي كونه معفى من الدور الأول اللي واجه فيه العالم الإماراتي أوكلان سيديا النيوزلاندي طيب الأهلي نهاردة يتوق بكاس لكن ما وصلش للنهائي النهائي بتاع ريال مدريد مستاني فيه لوحده لفل الوحش الوحش اللي بيواجهه ما بينجحش إنه مستاني في الفاينل لكن مين هيروح لبطل أمريكا الجنوبية والقادم من كأس البرتادورس بطل أمريكا الجنوبية وفريق باتشوكا المكسيكي اللي هو موجود منتظر من يأتي وغالبا يكون نهائي برازيلي خالص في كأس البرتادورس على إثر مباريات الذهاب والنهاردة الفجر بالمناسبة فيه مباريات العودة في كأس البرتادورس كده كده نستنى ناخد الخطوة بخطوتها مباراة النهاردة مباراة مهمة تفوز تبقى بطل أسيا أفريقيا أو كينوسيا شكل مختلف لبطولة في عام 2000 أفتكر وكان المفروض إذا مالك يشارك فيها ولم تقام هذه البطولة أو لم تفعل فعلا بعد وضعها الأهلي محتاجها هذه البطولة لأنها خطوة مهمة بالنسبة لمشوار النادي الأهلي سواء كان في البطولات المحلية أو دوري أبطال أفريقيا اللي هو العين عليه بعدما تم استبعاد بطولة دوري السوبر اللي كانت برعاية أوروبية بشكل مختلف من أجل التجربة فنبقيتش موجودة خلاص لكن الفيفا بينظر لمصر بشكل مختلف حتى المبراءة دي هتكون فيه إستاذ القاهرة بعد نجاح دوري السوبر واستضافة مصر لهذا الحدث وإيه المشاركات الأوروبية اللي كانت بتتكلم عن هذا الأمر فنيا الأهلي قادر على الفوز بهذه المبراءة العين الأموراتي عنده قدرات هجومية جبارة وعنده نجوم كمان عنده نجوم ومتوسط المبالغ المادية اللي بتقادر من هؤلاء اللعبين أعلى تقريباً أكثر من كتير يعني مبدأ كبير شافح سيبه يعني مبدأ كبير يعني فيه فجوة ولكن واقعياً كروياً لعبت الأهلي أعلى يعني بالكورة بالفنيات بالعقل الكروي الأهلي أعلى بكتير عندهم أخطاء دفعية عندهم أخطاء دفعية بالجملة أيها هي بقى الأخطاء الدفعية وعايز أعرف يعني في ظل النجوم الموجودين دول هل الأهلي هيدافع هيلعب دفاع كولر هيستخدم العيبة بتاعته دفاع أكتر هيبتدي المباراة زي لا يمكن أن يلعب دفاعياً بشكل صريح لم يبقى؟ لأنه في أستاذ القاهرة لأنه في ضغط جماهيري لأنها مباراة وحدة فيجب أن يديرها بذكاء مشكلة مرسيل كولر في المباراة الوحدة يعني دايماً في المباراة اللي هي نوك آوت خروج مغدوب من المباراة وحدة ما فيش تعويض في أستاذ القاهرة فبتحس أنه الأمر بالنسبة له معقد نسبة أو إدارته للمباراة ممكن تفلك منه على هفوة فنية في مثل هذه المباراة استغلال أنصاف الفرص هجومياً نازم أن تضغط هجومياً لأنه زي ما بقول عن أنه الأماراتي عنده قوة هجومية جبارة بما فيها كاكاو هذا اللعب البرازيلي المحترف فيها تشكيلة أو سوفيان رحيمي طبعاً اللعب المغربي ماتياس بلاسيوس أو محمد عباسي هذا اللعب الإماراتي الجنسية رباع هجومي تقيل جداً موجود في التلتق الهجومي لكن عنده مثلاً خليد عيسى الحارس من الحراس اللي ما عندهمش قدر على تعامل مع التصويبات من بره بشكل كبير واستقبل كتير من الأهدف في هذا الموسم سواء كان محلينة أو أسوين في دورة أبطال أسيا حتى وإن توج بدورة أبطال أسيا الموسم الفات إلا أنه حارس مش بالكفاءة العالية مع تزديدات إمام عشور إن استغل هذه الإمكانية هيكون عنده قدرة جبارة مروان لما بيقرر أنه يسد حسين الشاحات لما بيقتم على جوة زي محمد صلاح كده مع خلاف التشبيه وأنه ياخد القرار بالتزديد أو برسيته وإن بدأ هذه المباراة في الجهة العكسية التزديدات ستكون حل من الحلول لأوبشن فني جبار بالنسبة لنادل آلي لأنه كمان الضغط من قوامي أوتون لعب الإفواري المحترف كستوبر أو سير دي باك وفابيو كاردوز وفابيو كاردوز يمكن هو المدفع الأتل جاي عارة من بورتو البرتغالي لعب مدفوع فيه كتير ولعب من اللعبين المؤثري لكن لوحده كقلب دفاع في العين الإماراتي ثغرة لأنه فيه جبهة تانية اللي هي اللي السوبر ألمان ناحية شمال ضعيف نسبياً مع لعب ظهير أيصر ضعيف أيضاً بيطير هجومان وما بيرضج دفاعاً ففيه صغرة الجهة دي ما فيهش محمد هاني موجود عندنا لأنه محمد هاني مصاب لكن عمر كمالعبد الواحد هيبدأ هذه المباراة جميل وهيستغله مرسل كولر في فكرة الانطلاقات بس لازم يكون فيه دعم من نص الملعب للضم على عمر كمالعبد الواحد لأنه الراجل الزهير الآيصر بتاعهم تقيل جداً في انطلاقاته ممكن يبقى فيه صغرة وراه لكن ممكن كمان هو يعملك صغرة لو ضغط عليك مشكلة كبيرة فيه حجمك فهي محتاجة تركة فنية مع الانضباط التكتيكي في التغطية على كله زهير هيطلع يتقدم فيه ناحية حقوق وشغير ولا الشناوي أنا أسفى جداً لا الشناوي نهار دا خبرة لازم الخبرات في مثل هذه المباراة طيب جميل اتكلمت قلت أن النادي كان عنده هرفوات دفاعية في مباراة السوبر الأفريقي والسوبر المصري أيضاً هل غياب محمد عبد الماني ينفارق؟ أكيد فارق مية في المية لكن الاهلي كبير يعني فكرة أنه خرج لعب تطور في السنوات الأخيرة بشكل كبير جداً كالسوبر كالقلب الدفاع تفاهمه كان معرام الربيع حتى في الفترة أو ياسر إبراهيم لكن يبقى الأهلي بتقلو هو جاب أشرف داري الدولي المغربي المحترف فيها تشكيله بالنسبة ليه النادي الأهلي أشرف داري مش هيبدأ المباراة لشي نبقى وقعين في مثل هذه المباراة ما تغيرش في الأماكن الحساسة يعني حرص المر ما تلعبش فيها القلبية الدفاع ما تلعبش فيه أو الرباع بتاع خط الدار بلاش إلا في الحالات الاستثنائية قوي والأهلي مرهق فأنا شوف أنه ياسر براهيم مع رامي ربيع الاثنين كفاءة الاثنين فهمين بعض أكتر الاثنين هيخدوا قدرة على التعامل أو عندهم قدرة على التعامل مع فكرة تحجيم سوفيان رحيمي سوفيان رحيمي زادت قيمته قوي بشكل كبير لما كان أحد عناصر المتخم المغربي اللي توق بالبرونزية الأولمبية في باريس 2024 من لعبين فوق السن التقالي الموجودين اللي بيتقلقوا ويحتر في أوروبا هيقدر أن هو يبقى تقيل لكن هو مع العين الأماراتي وهفتكر أنه هذا اللعب إن تم تحجيمه لأنه معدل أهدافه مع العين حتى وإن العين بيستقبل لكن معدل أهداف الرجل ده الواحد وكده واحد ونص هدف المباراة فمعنى كده أنه بيسجل في كل المباراة فتحجم الرجل ده مع كاكاو كاكاو رجل جناح بيخش العمق في شفت ما بينه وما بين بالاسيوس لو تحجم السورس المصدر من الاتنين دول أنت كده حجمت نص خطورة سوفيان رحيمي وتقدر أن أنت تتعامل بس نص الملعب على أدوات اللي في نص الملعب يعني ممكن يبدأ بكوكا في نص الملعب النهاردة إلى جوار إمام عشور ومروان علشان يبقى كوكا ومروان اتنين عناصر تعطيل الهجمة وبناء الهجمة بالنسبة للعين الأمارات لأنه مصدر قوته في نص الملعب العين الأمارات في دوري أبطال الأسيا خسر خمسة أربعة آخر مباراة ومن الهلال السعودي والجمعة اللي فاتت تتعادل واحد واحد فهل النهاردة نقدر نقول حراسة المرمى عندهم فيها صغرة كبيرة يعني ما يدخل فيهم خمس تجوال ده يعني نقدر نلعب عليه الأهل يقدر يعتمد عليه الدفاع كمان عند العين يعني مش قوي وعنده صغرات كتيرة هل النهاردة ده اللي الأهل يعقول عليه 100% يجب استغلال أوبشن أو حل من الحلول اللي هي التزديد على مرمى خالد عيسى لكن أنه فكرة الانضباط أنت هتهاجم بس لا تعملش صغرات في نص ملعبك يعني لو تهاجم عليك ممكن تبقى فيه غلطة في الدفاعك أو في نص ملعبك مع الوقفة الدفاعية بتاعتك تعمل لك كرسة والأهل حصل كده أكتر من مرة لأنه لو حللنا الأداء في كتير من الحالات الفنية لكانت فيه مباراة الزمالك الأولى أو مباراة الزمالك الأولى أو حتى مباراة سراميكا كليباترة لكان فيه صغرات في نص ملعب ودي اللي كانت بتهيأ الفريق المنافس أو بتهيأ الزمالك أو سراميكا حتى أنه يهاجم بشكل أخطر على النادي لأنه فيه مساحة في بيدرق العيبة أنهما حتى هدف سراميكا اللي سجل فيه مرمى النادي الأهلي كان بصغرة من الطرف ودخل في العمق فمرر بأريحية المقابلة الاندفاع بتاع المدافعين أنهما بيطلعوا ازاي وبيتأخروا ازاي ويكون فيه التفاهم ولذلك قلت أنه أشاب داري موك ما يبدأش في نص ملعب وكوكا يبدأ في نص ملعب النهاردة لأنه عنصر مهم قوي فيه الربط بين تلت الدفاع وتلت هجوم تمام يبدأ بيهجم بمين وإحنا شفنا في المباراة الأخيرة مع زمالك في السوبر المصري أول عشر دقائق كان الأهلي مسيطر على الكرة وكان فيه هجمات بس كانت كلها بعيدة تماما عن المرأة كان فيه نحن حاضرين وناد الأهلي حاضر وموجود لكن الفينيش زي ما بنقول مش موجود الهدف مش موجود 100% بنكلم عنه مسام أبو علي هو المهاجم الأول في ناد الألي صحيح شعور ببعض الإصابات أو ببعض الألام في العضلاء العضلاء ممكن كان يقال أنه فيه إصابة وكده هو على ما يبدو أنه أرتاح زيادة بعد الدوري نسبيا بس دخل على ضغط كبير والضغط الزيني كمان بيأثر على العضلاء اللعبين والرياضيين عارفين كويس قوي أن فكرة أنك بتفكر كل مباراة تقريباً دلوقتي ينقل الأهلي ببطولة يعني المباراة النهاردة هي نقلة المرحلة أعلى بسها بطولة بطولة في حد ذاتها ونقلة المرحلة تاني بالضبط أنت لعبت كالسوبر بطولة مبارتين كالسوبر بطولة فالضغط النفسي وانت المهاجم الأول لنادل أهلي وضغط الجماهير في فكرة أنه أنا لازم أسجل لأن أنت الملك على أرض الملع فاللعب كله على شانك فضغط بشكل أبو آخر لكن هو لعب محترف وسامة أبو علي يفتكري هيبدأ المباراة النهاردة قهربة وجوده بعد الاعتذار دخل قائمة نادل أهلي مش هيبدأ المباراة لأنه بقى واقعين لكن قد يكون موطف تشكيل وبديل مهم لأنه الأهلي بدون كهربة هيبقى فيه فجوة في التلت الهجوم والأهلي محتاج في يناير أنه يجيب مهاجم تقيل لأنه بقى واقعين يكون شايل في غيابه وسامة بو علي بيرسيتاو وحسن الشحات اتنين أجنح عليهم ملاعين في الأداء الدفاعي والهجومي نهاردة القل يلعب سأعتقد كهرباء لو نزل النهاردة هنشوف نسخة مختلفة من كهرباء أكيد لأنه عايز يثبت كأنك بتتعامل مثلا مع العيب تم تقعارته ورجع تاني هو رجل كان خلاص فيه كلام كتير على أنه خلاص ماشي وبعد الصلح ما تم خلاص الرجل موجود وموجود في التشكيل فهي لعب أعتقد أنه نحن منتظرين نشوف نسخة مختلفة شوية من كهرباء نهاردة رؤية مية في المية لأنه سايكولوجيا كهرباء لما بيتحط تحت ضغط بيخرج أفضل ملادين شوفنا أول ما جاء بعد الإقافة الطويل سجل في مرمى الزمالك سجل ستة أهداف في مباريات مختلفة ولست متتالية ولكن كان قوة هجومية بالنسبة لنادل أهلي جبارة فوجود نهاردة كهرباء على ديكت البدلاء بعد الاعتذار وحتى كهرباء في أكتر من مرة عندما يقال أنه مش هيبدأ الموسم مع نادل أهلي السنة اللي فاتت هينتقل في يناير للمملكة العربية السعودية ولكن لما بيرجع بيثبت الزات ومهم جدا في سكواد نادل أهلي نهاردة أنه يكون موجود على ديكت البدلاء حتى لا تدلش المباراة طب في كلام كثير قوي على أكرم توفيق هيلعب فينا خط الوسط ولا باكي مين يعني هو مارسيل كولر استقر على أنه أكرم مش هيبدأ المباراة وكوك هيبدأ المباراة للواجبات للانضباط في نص المباراة أكرم ممكن يبدأ باكي مين بس يعني ما يدور في كواليس المعسكر الأخير أنه لا عمر كمال عبدالواحد هو اللي هيكون في الجهة اليوم لأدواره الهجومية علشان زي ما قلنا الراجل اللي هو الظاهير الأيصر اللي هي فريق العين الإماراتي عنده قدرات هجومية بيندفع بشكل كبير جدا لكن وراء بي بقى فيه فجوة مساحة فعمر كمال في الجهة دي كأداة هجومية يقدر يسد يطير ولما يطير زي ما قلنا حتى تفتع يبي سهل حاجات كتير هجومية لكن مين يغطي وراء فعمر كمال عبدالواحد مهم جدا وأفتكر أن مارسيل كولر استقرع لأنه عمر كمال عبدالواحد هو اللي يقود الجهة اليوم لنهد الآن عشان يقعب على إيريك اللي هو الظاهير الأيصر اللي هي إناعين الإماراتي أكرم قد يكون بديل مهم بس عمر يعني هجومي أكتر هجومي أكتر علشان يستغل المساحة الوراء إيريك اللعب الظاهير الأيصر لكن الانضباط في فكرة أنه كوكا لما يكون في نص ملعب يبدأ يغطي على عمر ما هو التحرك اللي بيحصل في كيفية خروج وعمر كمال عبدالواحد فمين هيغطي وراء الأداء الدفاعي وكمان الجناح في حالة العودة لازم يكون من هذه الجهة مثلا هيكون بيرسيتاو فبيرسيتاو لازم يكون عنده أدوار الدفاعية يرحل لازم يكون فيه تحرك مدروس ومحسوب لأنه القوة الهجومية هنا تشتغل الاتنين مين عنده أقوى نص ملعب أفتكر أنه إمام عشور يتقل مع مراوان عطية مع كوكا فيه مواجباته يتقل نص ملعب ناد الأهلي العين على دفاع ناد الأهلي الرباعي حتى هيحي عطية الله في الجابهة الشمال جاسألك عنه دلوقتي رأيت فيه تقدر تقيمه دلوقتي ولا لسه قدامه شوية ما افتكرش أنه أخرج 25% من عمده اللي عمله في المملكة المغربية مع الأوداد اللي عمله في مسيرته بشكل عام مع المنتخب المملكة المغربية لا يحي عطية الله لم يخرج أفضل منها يحي عطية الله تسبب سواء كان ضع ركل جزاء في مباراة السوبر الأفريقية أو حتى في الهدف اللي سجل أصلا من نادي الزمالك ناصر مانسي في مباراة السوبر الأفريقية فلسه ما نسجمش قوي ما قدرش أحكم عليها شو مظلموش لعب كبير وتقيل لكن برضو هو شايل جابها احنا دائما في ذهننا العقل الباطن دائما بذكرنا بعلي معلول طبعا فعلي معلول أداد فعية أده وجمية شايل لك جابها شمال سنين و سنين فسيب إرث تقيل قوي عليها حياتي الله فأنا شايف أنه لا هو لعب كبير ومؤثر لكن ما فيش ما هو المتاحة الآن تندفعت صفقة كبيرة فلازم أن رجل دي يكون موجود لأنه خبرة وبرضو ممكن في مثل دي المباراة يطلع بقى لعنده جد يستفز فنين هو محتاج أنه هو يستفز فنين مش عارف أنه أشوف أنه دلوقتي ما قدرش حد يستفزه أو مرسيل كولر بالمباراة كبيرة تستفزه أول درجة أنه يخرج فعلا يا حياتي الله الحقيقي وقد لا ينسجم عشان نبقى واقعين مش هو لعب متقلق وجامد 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 من المملكة بشكل كبير وكان أحد نجوم مونديال في فكاترة في 22 كرابع العالم مع متخبط من الواقع المغربية أنه لازم يتقلق مع ناد الأهلي هي كامية لغاية دلوقتي شايف أنه 25-30 فيما من إمكانياته اللي ظهرت مع ناد الأهلي لكن مهم وجوده على أرض الملعب طبعا طب إزاي كولر هيعالج بطء رامي ربيع وياسر إبراهيم آه مشكلة دي ملاش علاج لأنه اللي اتنين طبعتهم أبطأ من صوفيان رحيمي وقعيا لكن العين على الرؤية هو سؤال مهم على الفكرة يعني بسانتاني دخلت في حتة علاجها لازم بشكة بسك صعب صعب لأنه دي إمكانيات أشرف داري قاد يكون حل في الفترة اللي جاية ما بكلمش عن مباراة النهاردة لأنه خلص احنا بنكلم عن واقع وقع أنه الاتنين اللي موجودين كاستوبرين لازم يكون تحركهم تحرك مدروس وقفين على خط واحد الراجل ده بيخطف بيسرق بس الأهم علشان يعالج ده أنه أصلا الكرة ما تروحش لسوفان رحيمي فيريح المدافعين فيبقى الصورس أو المصدر طبعا أحبط الهجم أصلا من قبل أن ما توصل لهنا بالزبط كاكاو يتحجم الراجل بلاسيوس ماتياس بلاسيوس يتحجم الراجل محمد عباس يتحكم باركي يونج حتى من نص الملعب ما يسددش هو وإيه تراوري إن بدأ هذين مباراة لعب صغير السن كده ما وليه 2005 لكن بياخد دور الراجل الأساسي اللي موجود في قلب نص الملعب ولو تراوري بدأ نهاردة يكون صغرا في نص الملعب العين الأماراتي أفتكر أنه ممكن يلعب عليها النادل الآن في الاختراقات وتحديدا إمام عشور وتحركاته باللا مركزية ما بينه ما بين الرباع اللي في خط اللجوم طيب توقعاتك للتشكيل ولو نادل أهلي أحرز في بداية المباراة شكل مرايك ونعمل إزاي التشكيل مش هيخرج زي ما قلنا عن اللعبين اللي هما كلمنا عنهم محمد شناوي حياتية الله عمر كامل عبد الواحد ياسد ابراهيم رامي ربيع مراوان عطيه إمام عشور كوكا هيبدأ في نص الملعب حسين الشحات برسي توقف تكرم أنه يبدأ المباراة النهاردة ووسام أبو علي مش هيبقى فيه لعبة في القوام الأساسي بالنسبة لي النادي الأهلي نتيجة المباراة يقدر النادي الأهلي لو سجل من البداية يبدأ يتحكم في التيمبو ورتم وقلقها مع ضغط الجمهور ولا يريح يعني لنه لا أنا أقول لك دي قافة للعب المصري كافة لعب المصري بس الأهلي عنده ميزة من زمان يقول لك لو ما سجلش في أول ربع ساعة هيعاني الأهلي فالأهلي فعلا محتاج يسجل في البداية مصعب الأمور على نفسه شوية الأهلي دمما ما سجلش في البداية بيعاني ولو ما سجلش الهدف وأمنه بهدف تاني بيعاني برضه وده حصل في مباراة شفناها أمام الزمالك أمام سراميكا أمام الزمالك فالأهلي محتاج يسجل من بدري ويهيمن بهدف تاني يدوس ما ينامش ما يريحش وما ياخدش ثقة في الزيادة بزيادة والمباراة دي هتبين قوة ناد الأهل الحقيقة لأنه في كل مرة من المرات سواء كان واجهة الزمالك في المرة الأولى سراميكا أو الزمالك في المرة التانية الزمالك كان بيلعب سوريا الأهلي كان بيلعب بكبرياء بزيادة شوية أنا جامد فده كان بيوقعه ورقلات الحظة الترجحية رجحت كفته في نهاء السوبر المصري لكن ما رجحتش كفته في نهاء السوبر الأفريق اللي كان هو فيه الأفضل حتى لحظات أخيرة لما تخطف بالخطأ الدفاع ففكرة أنه إلعب بواقعية مش بتعالي على الكورة هتوصل لأن الأهلي تقيل قوي بس إزاي يشغل التقل ده على أرض الملعب فنين مع عقلية لعبين أحيان مرسيل كورو مقدرش تحكم فيها للأسف فأنت لا حيلة طب لو تعادله هيكون فيه أكسرا تايم الواقع على غاية دلوقتي بيقولني هيبقى فيه أكسرا تايم ثم ركالات ترجيح برضو في بعض الحاجات اللي احنا يعني أنا هعلى المباراة النهاردة لأون سبورت كل التوفيق إن شاء الله للراديو موفق دائما فأكيد مباراة أتمنى تكونوا شي حالو عليهم إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله لكن المباراة مباراة مهمة ومباراة العالم كله منتظرها وأفتكر إنه هيبقى فيه كسرا تايم ثم ركالات ترجيح بالنسبة لها دين مباراة إن تم بقاء تعجل في الوقت الأصلي والإضافي هي بطولة وبطولة مهمة باسم مصر لأن اسم مصر هو الأول وكمان أولا وإحنا وراء النادل الأهلي ومعاه زي حتى ما قلتها وأنا وعلق على أحمد الجندي وهو بحق أزابيل ومعاهي قلت ابننا اللي مننا نفس الكلام هو كل اللعب في النادل النهاردة ابننا لابننا لازم يشرفنا كلنا لأنه فعلا نظرة من العالم والكرة العالمية على هذه المباراة مهمة قوي لمن سيلاقي البطل جاي من أمريكا عشان حتى لما نقاب ريال مدريد يعني الناس تكون عارف مين هون تقرر مرة تانية وفي الانتر كنت اللي بأشكلها حلو ما قبل كمان ديسمبر ما قبل شهر ستة ناكس لعن وتشاء بإذن الله إن شاء الله نعمل أداء حلو ونكسب تبعت البالوندور أكيد كلمنا كمان عن مؤهلات خلينا أقول رودري للحصول على الجايزة كتعاملة زي استحقها أو لا يعني السنة الفاتت أقدم أفضل نسخة من رودري الحقيقة مع مانشيستر سيتي لعب إسباني أولا لكن كنت أشوف إنه نسل جونيوري الإسباني هو أحق بهذه الجائزة مع الفوز مع ريال مدريب دوري أبطال أوروبا والكلام دايما فيه واحد أحق في فوز الجايزة دي دايما الجايزة دي بلون دور تحديدا عليها كلام كبير وكتير وغريب شوية الموضوع حتى مع محمد صلاح الظلم يعني صلاح مش موجود أصلا ضمن الثلاثين المختارين صحيح رودري على خلفية ما أنجزه مع منشستر سيتي السنة اللي فاتت الموسم مش الماضي الموسم ما قبل حتى ما مع تتويج منشستر سيتي باللقب الأول في مسارته مع دوري أبطال أوروبا لعب إسباني كبير طول مع إسبانيا باليورو لعب تقيل في نص الملعب محترف كبير لكن كنت أشوف إن فيه لعبين أكتر مهارة يعني صحيح ما دخلتش إسبانيا من 60 سنة البالندور لكن الإسباني نفسهم كانوا زعلانين إنه لعب إسبانيا ليه مش حق هو اللي ياخد الجازة من فريق إسبانيا وريال مدريد حتى وإن كان جنسيته برازيليا لأنه فعلا ساهم بشكل كبير لكن اليورو يدعم أكتر رودري ومن ثم رودري كان برؤية الفنيين وبرؤية المختارين حق بأنه يكون موجود على القمة بالنسبة لي جائزة الكرة ذهبية الفرنسية الفرنس فوتبول طيب أفضل نادي في العالم ريال مدريد ليه يقاطع هذا الحفل لأنه كان منتظر من المسؤولين أنه يختاروا أفضل لعب من عندهم فشافوا أنه لقى فيها ظلم وأنه فيها محابة للكرة الإنجليزية بشكل أو بآخر وأنه ده دعم للأندية الإنجليزية على حساب ريال مدريد ومن ثم قدرة ريال مدريد شافت أنه لا ده إحنا بيبقى فيه وعود خفية فالوعود الخفية دي لما بتخالف بيبقى فيه إعلان بشكل عام أنه لا أنتوا عدتونا وما وفتوش في الديرة حتى لو كان الموضوع ودي مش رسمي فده أعلانه ريال مدريد أنه لا فيه حاجات بتحصل خلف الكواليس إحنا ما نعرفهاش الطبيعي أنها بينطج عنها أنه إحنا وعدنا بينافز المرة دي ما تمش تنفيزه ولذلك كان فيه حزن شديد أنه هذا البرازيلي في ناس جونيور ما ياخدش جائزة الأفضل لعب في العالم كما وعد Kartvariال مدريد ومسؤولologically طبعا مدرب ريال مدريد فاز بأحساب مدرب في العالم وريال مدريد نفسه فاز بأحساب نادي في العالم كل الجوائز في حتة وأفضل لعب في العالم في حتة تانية بالنظور هي رrance كل حجم الأفضل نادي وكارلو عنشلوتي ده هي هذا العقلية الإيطالية المدرفاني ريال مدريد لكن أفضل لعب في العالم هي جائزة أفضل لعب في العالم كرة ذهبية هي الأفضل لعب في العالم هو الكريمة فرودري عندما خطفها خطفها كلعب إسباني حد من ريا المدريد وإن كان إسبانيا المفروض تكون فرحانة 60 سنة ما دخلتش لإسبانيا ومع ذلك الإسبان مدعمين برازيلي بقوة النادي الملكي شكرا جزيلا عفيفي هذا عفيفي النقد والمعالق الرياضي نتمنى لك التوفيق النهاردة في تعليقك على مباراة الأهل والعين الإماراتي نتمنى لهم أكيد كل التوفيق شكرا جزيلا